يا بنتي انت مش فهمة دي جات النادي عشر دقايق بس بارح ومن اللي اتعمل فيها رحت عياطت ومشيت على طول احسن تستاهل قولتلك يسوق انا مش سهلة انا مش سهلة خالص ادخل ادخل امورت الحلوة بقى التحمة بقى التحمة وانها سهلة ايجا بتقول تحمة كده احسن بقى واكلة هنا تحمة سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة باي حبيبة بابا نيلي امورة بابا نيلي كانت كوتت بابا نيلي خلصت فكرة المنوعات بتاعتك الحقيقة هو لسه بس انت لو عزانة خلصها خلصها لسه فيش وقت حاجات كده عندي فراشة زغنانة وعندي بغبغان مش عارفة ايه لا فراشة زغنانة دي يوم الجمعة عبل الصلاة ما تنسيش انما دلوقتي في البحر سامكة سامكة عارفة سامكة وعارفة كل ده خش في الموضوع على طول اه ابد انا جاي اقول صباح الخير على احلى و اجمل و الطف و اقدب بنت في الدنيا اللي يا سبحان الله حتى لو قلتلك حاجة تضيقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا ولا انا غلطان فلان وين انجز يا بابي اقول عملت ايه غلط بالعكس اعملتش حاجة غلط ده اللي عملتو ده عشان ما عملش حاجة غلط ممكن تبقى دايريكت و تقولي ايه الموضوع على طول طيب اللي عملتو ده عملتو عشان خطرك انت عشان اكون عيلة و نتلم كلنا كلنا نتلم في حميمية و نبقى قسرة جميلة و تربطة تقصد بكلنا ده اللي هو مين طيب انت ما نفسكيش من زمان يقوليكي اخت عمري عمري ما كان نفسي في كده ما تقول بقى في ايه ابدا الجغاية في الموضوع يعني انا جاء صباحا عالي صوتك لا عيشت ولا كنت لما عالي صوتك على بنتي انا جاء صباحا عالي صوتك بالغنى انا هتجاو الصباح صباح مين خليت شاريهان اختي شدية براطة عبد الحليم برطة عاريهان برطة عاريهان باشمانديس والنبي زودتلي بقى للفكت بقى عيب يعني ده أنا حبيبة أيوة تست أيوة الله أيوة تمام تمام عمينا عمينا باشا انت مصور مصور كو كو مصور حضرتك ما تعفليش هالي بقى تعفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخلة ماشي؟ فينل معاك كاميرا الفيديو او عمي معاك تعودلي هنا تخرج و تدخلوا الكلام الحلوك ده ماشي؟ والقلوب والحاجات اللي انا قلتلك عليها حبيبة يا كريكا المفارش قهوي فصل دي بقى تشلهيلي وتحطي البقى المفارش الموارد ممكن؟ مش ده اتفاقنا؟ يلا يابا يلا الله هيكرمك الشيشة تمامه والولعة تمامه اللي ايه؟ يلا العروسة والكتابي اللي انا وجهت ما لقيتش كل حاجة جاهزة هتسمعه عفظ ما سمعتهاش في حياته مش مصدقة نفسي يا سوق بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكر مولد هافيكا انا بجد اللي مش مصدقك انت كل فرق معاكي الفرح عنها وتلوكس مش فرق معاكي خالص ان بوكي متجوزت البيئة اللي اسمها صباح تي زي يعني مش فامق معايا اذا كنت انا من ساعد معرفت انه هيجوزها برجع كل يوم خلاص ليه ما بغوصيش الجوازة يا نالي زو بابي قال ليه لالأدب وبتاع ستت وبتاع ستت بلدي كمان اللي هو ما بقى بتاعيحها بيتتي والحاجات دي فكده ولا كده كان هيجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو اللالو واريفر انا قلت سيبه يومين ثلاثة يتجوزها وبعدين اشوف طريقة خليه طلقها ايا بس هتخالي ست البيئة دي هي وشهري هان يعودوا معاكي في الفيلا هنا اما الاخر ليه يجيب لها بيت ويكتبوا باسمها ولما يطلقها هتاخد البيت لا طبعا دي لازم تفضل تحت عناية اصيبها يعني تاكل باعلو كنافة حلاوة يا ناني حلاوة ايوة ايوة الله 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده مين طالف زبادو فراولة ده مسال فول يا فندن محصوبك هاني مبروك للحج انت مين يا حيوان انت انا ليه يعني الغلط ده حضرتك انا هاني هاني دبدوب دبدوب يعني حيوانة هوا عسل عسل والله يفتب انت بتعمل ايه هنا انا حضرتك انا المسؤول عن التجهزات باعت الفرح يعني تقدر تقول علي كده انا الويدنج بلينرز سمعت ايلي بلينرز اهه لما اخذحنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند شيكس عشان تبقى كل حاجة جاه ليه؟ ليه بتحطوا اس في كل حاجة؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمت غلط يا قبلة الاس دي مش مش بتاعت البلور لا دي اس بتاعت الاباستروف اس يعني الاس عيد على الزكر اللي هو انا انت مش زكر انت حيوان وانت عسلز عسلز كنا اجرب؟ اه طبعا انت فضالي اعملي شكس لا اعليت انت شلكس اولي شيكس شيكس؟ شاكس شاكس يلا خلي الحرة تنضب في ستين الف داهية والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير يلا طلبوها ونالوها خلاص يا خالتي سيبك منهم بس بيت بتكسروا ورانا أولا يا حرم عفنا يا أولاد خلاص يا خالتي دلل فرحك فرحي؟ لا ده نقل لكم الأبيض والبس عليكم لسود يا أولاد ال اتفوق خلاص بقى يا خالتي خلاص ما تسمعون يا زخريوتة يا أولاد شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يلا يحارى دالما احنا اللي نورنا يلا يحارى هصي 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 احنا اللي عملنا لكم حس يجي يجي واقوله على اللعبي كله يجي يجي سعاك خيلي يا جماعة اخر سليم ازباع7 هي أمكر سليم يا إلي يا بنتي مبروك مبروك على إيه؟ مبروك على المسيبة اللي إحنا فيها؟ لا خير في إيه؟ في إيه يا أمكر حالتك مش شايف الدكوريشن؟ مش شايف بهديلو الجنينة إزاي؟ بص البلونة اللي هناك بصوا حالتك الناس اللي وراك بترقص إزاي؟ كارسة، لأ الأطفال اللي معاهم والله العظيم يا أمكر دول مش أطفال استحالي يكونوا دول أطفال بريئين من شوية واحد زغير كده جي يقول لي إيه؟ بص لي كده كأنه بصت رجل كبير كأنه رجل مضغوط قال لي يا أنسة يا كيسة تتقلي حتى 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 لو ما حلوز يعني إيه؟ يعني إيه؟ قل لي أنا كده؟ هو هو ده اللي قال لي كده يا أمكر يعني اللي ده قصده ملح وسه ما شفتش بقى حضرتك The new Mrs. عبدالله مكيوي كارسة كارسة أنا أعمالها بلدي جداً بلدي دول أهلاحها دول قريبها يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات ده حاجات بالضبط ممكن لو سمحت من فضلك لو حضرتك بتحبيني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعة اللي فضلوله من حياته بليز بليز يلا ننقذه وحضرتك إقنقه لأنه مش مقتنع بكلامي يعني اللي يدالي نفسي وهموت إنه أنا أعمل زيه حضرتك بتتكلم بجانب على طبعاً وضح بقى أنه انتوا في السن ده بتلسعه أو حاجة طب بتفضل حضرتك قاد وأنا أخلي الناس الجميلة دي تجيب لك بقى حلاريسة وبناريسة والحاجات بتاعيتهم تفضل فضل تفضل خلي بالك على أبوكي بيدرابوا واحد ورد تاني حاسب وسع 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 تعلن شركة مصري الطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين وسع 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 اللي قاعد يقفوا اللي واقي في وسع 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 يا عمينا العريس ده يهمنا وعرسوا من عندنا نحييهم من قلبنا يخليهم ربانا سكة حديد مصرية عرسنا مية مية سكة حديد مصرية عرسنا مية مية يعم لو اقول يعم لو رجقكو ما اللي حبيكي بعقولة جاءت هميني بليز ابعد عني أنا مش مصادقة انت ازاي مش مستخبي ازاي مش مكسوف انت عايزة مقريبنا عايزة من ناس معك في الشهن نيلي فيه ايه بس هي اللي طلبت الحقيقة وبعدين انا شايف ان ده حقها كسر حقها كسر حقها هو ايه حقها ده اصلا حقها ده حقها ده شيء بصغر من الحق الكبير يعني حق زي بقها لا مش عضو في الجسم خالص حقها ده شيء معناوي حقها يعني حيقول لك خد بالك حقها تقز فيها تقز فيها دلوقتي خربتها هي وحقها وأعلاها والقرف اللي هي جايبهولنا في حياتنا بابي لو سمحت يا بابي انا اول مرة في حياتي اترجى حد اي مباجين يو لو انت مش خايف على مستقبلك خف على مستقبلي انا خف علي من فضلك واقف القرف اللي احنا فيه ده حاضر يا هايتي حاضر بس انت اوفر بلوقع ابسط من كده كتير دي ايه لو هتعدي تحين poke اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة